اشتركوا في القناة نتعرف على عظيم من عظماء هذه الأمة المميزة التي خرجت النجباء عبدالله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن له قصة عجيبة في هذا النبوغ وفي هذا التمييز يتضمن رسالة إيماء الماحة إلى جانب من جوانب تربية هؤلاء العظماء عبدالله بن عباس لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان فتى يافعا فجاء إلى فتى من الأنصار وقال هل لك أن نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما زالوا كثروا متوافرون ونجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يطرح فكرة لمشروع علمي مشروع صناعة عالم فقال ذلك الفتى من الأنصار وعجبا لك يا بن عباس أو أتظن أن الناس سيكونون في حاجة لعلمك ولمثلك وفي القوم أبو بكر وعمر وفلان وفلان من الصحابة ومن كبار الصحابة هنا نجد عبدالله بن عباس يتعامل مع هذا الفتى الأنصاري أنه يتجاوزه وهذه رسالة مهمة جدا لأصحاب الأهداف السامية ولأصحاب المشاريع الذين يسعون أن يكونوا مساهمين في رفعة هذه الأمة ونجاحها فتجاوز هذا الفتى من الأنصار وذهب عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الصحابة إلى بيوتهم يجمع الحديث ويأخذ العلم منهم ويجمع ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان يذهب إلى زيد ويتوسد عتبة الباب والريح تسف الغبار على وجهه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يزعد شيخه وينتظر تأدبا معه وإكراما للعلم فيخرج زيد ويقول هل لا آذنتنا يا ابن عم رسول الله فيقول ابن عباس نحن أولى أن نأتي إليك والعلم أولى أن يؤتى إليه واستمر عبدالله بن عباس بنفس طويل وهذه واحدة من سمات العظماء في تربيتهم لذواتهم قوة في إراداتهم طول نفس مصابرة وضوح في أهدافهم استمرارية عدم الالتفات إلى المثبتين إلى المعوقين إلى الذين يقللون من الإنجازات ومن إمكانية الوصول إلى الأهداف وتحقيقها استمر عبدالله بن عباس رضي الله عنه حتى بلغ مبلغا عظيما حتى رأى ذلك الفتى من الأنصار بعد فترة من الزمن لأن البعد الزمني مهم جدا في صناعة العلماء وفي صناعة النبلاء وفي صناعة العظماء رأى ذلك الفتى الأنصاري عبدالله بن عباس وقد اجتمعوا عليه الناس من يسأل في الفقه ومن يسأل في التفسير ومن يسأل في الحديث ومن يسأل في أشعار العرب وفي تاريخها وفي أنسابها فقال ذلك الرجل لقد كان عبدالله بن عباس أعقل مني لكن متى تحصل هذه الحقائق حينما تتحقق النجاحات كثيرين من الناس يشقكون في نجاحاتك يشقكون في إمكانية تحقيقك لأهدافك ولكن يؤمنون حق اليقين حينما يرون هذه الأهداف وهذه النجاحات قد أصبحت واقعا مشاهدا ملموسا بعد بذل العرق وجهد النفوس بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعابي وصل عبدالله بن عباس وأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن الدرس ينبغي أن تكون واضحة أهدافنا ينبغي أن نكون مؤمنين جدا بهذه الأهداف وعلى قناعة بها لا نلتفت إلى المثبتين وإلى المعوقين وإلى المقللين من جهودنا لا بد من بذل الجهد وبذل العرق فإنه السبيل والطريق لتحقيق أهدافنا وهنا تكمن العظمة ويكمن التميز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة